موسيقى مرحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج معداني حدات عبر ميديا فاكتوري نيوز وضيفي بالحلقة النائب ميشيل داير أهلا وسهلا فيك أهلا فيك داني برحب فيك وضيوفك حضرتك أيضا مرشح عن أحد المقعدين الكاثوليكيين في قضاء زحلي صحيح ليه استعجلت وأعلنت عن أول لائحة بالقضاء؟ لا الهدف ما كان الاستعجال أو السبب بقصة أعلان لوية نحن عارفين شو اللي بدنا هي نحن ما كان عنا تحاوفات أبدا مع أحزاب أو مرجعيات ما كنا عم ندور عن ربع والاخسارة كنا عم ندور عن ناس تشبهنا والي بجيبه هنا أكتر ولهالسبب هذا تركبت لاحة معنا بسرعة ما كنا عم ندور كل واحد شو وزن انتخابي نحن بهمنا الصورة بالشكل نحن سيادي واستقلال نحن سيادي واستقلين ولهالسبب هذا نحن مرشحيننا كلنا مرشحين مستقلين ألبهم على الوطن ألبهم على البلد وناس عم تعيش مع الواقع عم تعيش مع معاناة الناس هذا كان كل الهدف ما كنا عم ندور عن ناس سياسيين ليكونوا معنا أو تحالفات حزبية سياديون مستقلون صحيح شو يعني سياديون وشو يعني مستقلون نحن أول شغلي بهمنا وضع الوطن كوطن يعني والسيادي اليوم يعني ما بتنم يعني كي بدي ألك أنا نوفي الواحد يكون سيادي وتابع نحن سياديين مش تابعين لحده الحمد لله وتاني شي مستقلين أنه اليوم الأحزاب متل ما بنعرف كلنا سواء أنا ما بدي أحكي عن الأحزاب الناس بتأييم الأحزاب مش أنا بأييم أحزاب واللي وصل البلد لهون هيدا التحصص 2005 إلى هلا عمدفعت أمنه اليوم نعم إذا بنعمل جولة على الترشيحات بكل المناطق والتحالفات بنشوف أنه حضرتك الكاثوليك الوحيد لحد هلا يلي شكل لائحة هو بترأسها وهو مستقل يعني لا تابع لحزب ولا رح يوصل بأصوات جعماء أو أحزاب من طواقف أخرى ده بيعني لك هذا الشي لك أول شغلي نعرف نحن كطايفي اليوم كاثوليكي يموزع على مسيحة الوطن يعني وعدد طايفي منه كتير كبير يعني التوقل الكاثوليكي هو بزحلة ودرجة العادية اليوم زحلة هي المركز الكاثوليكي والتوقل الكاثوليكي وعسمة الكاثلكي كما بقوله طبعا ككاثوليكي أنا بترأس لاحة دورت على ناس اللي بتشبهنا رفعت أطعام مع ولا حزب لأنه ما بدي أحزاب على لاحة لأننا نقدر نحافظ على كلمة مستقلون ونحن همنا صدقني ذاني همنا هم الناس لا جاينا نشرة السياسي ولا جاينا اليوم الوضع الاقتصادي الناس ما بيلعب بالسياسي نحن جاينا بكل صراحة نحن نعرف أن الوضع صعب ما بدنا نوعد الناس بأحلام أوهام نحن بدنا نخفف معانية الناس بدنا نخفف الارتطام من ممكن يسيكون يسير نعم في لايحتين للأحزاب بزحلة لاحة لقوات لبنانية ولاحة تحالف حزب الله والطيار وطن الحارب صعي عم بتقولوا عبر لاحتكم نحن خيار فالث يلي ما بدوا يمشي هون أو هون نحن عم نشكله خيار ثالث همو البلد بتعرف داني أنت مقصوم يعني وخاصة قبل فترة الانتخابات بتشد العصب الطائفي والمذهبي والخطاب السياسي وبعد تاني يوم الانتخابات بينتهي كل شي يعني سبحان الله دايما هالموضيع بتكرر نفسه نحن من الناس للناس نحن قاعدين حد الناس وأنا بعرف يعني كثير طبقة من الناس إذا بدأ بمحلين ما خلق زهيت يعني هاي الشعرات لنعش توصل لمحل نحن إلا 2005 عام نعاني واللي بطلق هاي الشعرات ماهني كلهم اشتركوا بالحكومات وكلهم افيتوا بالمعاصصات وكل يعني نحن جاينا أنا جديد على السياحة أنا دورة الماضي تحلفت مع رئيس الجمهوري ورئيس الحكومي لأنه كنت مبلغ باعتبر أنه في عهد جديد مبلش ومنطلق حبيت لأنه أنا ماني جاي اشتغل سياسي أنا جاي اشتغل اقتصاد ومال ويمكن الأربع سنين ممارسيتي بالمهايدة الموضوع بيّنت عن هالشي هدا مع الأسف كانت معنا 29 مئة اعتبرت أنه أنا وما كنت حتى حاكي بديفوت بأي تحالف بأي تكتل حكي معي فخامة الرئيس وطلب مني أنه أنا يكون بالتكتل وأنا كاتوليكي وأنت كاتوليكي بتعرف يعني نحنا ما عنا أحزاب وما نقام بالأحزاب نحنا نقام بالدولة وكان فخامة الرئيس هو رأس الدولي وفط معه بالتكتل من مبدأ أنه يكون عنا تأثير على مجلس النوري سيدة الموضوع يمكن يؤخذ عليك كمان أنه أنت تحالفت مع أشخاص ممكن مسؤولين عن ما وصل له البلد لا تقول البلد أنا ما سميته رئيس جمهورية يعني ما علي شيء ما حدا يزيد علينا في الموضوع نحنا مشينا ورا اندفاع مسيحي بمحل ما صارت فيهم معراب واعتبرنا أنه نحنا بل نطلق بأحد جديد يعني ما حدا يحمل لنا مسؤولية تحالف معهم بل تشوف مين بالأول تحالف معهم ومين وصلهم نعم إذا شوف تعليقات على مواقع تواصل اجتماعي بما يتعلق بالانتخابات بزحلة وتسميات اللوايح بيسموا لائحة القوات لابنية بيسموا لائحة حزب الله بيسموا البعض لائحة الرأسمالي بس يحكوا عن اللايحتك شو العجبات التسمية الرأسمالي منا تهمي هدا دليل نجاح أنا مورد شي مبيي أنا زلمي عصامي أنا اليوم كنف عم بفوتني على السياسي هي نجاح بالكطاع الخاص بأعمالي وأنا جاي خلي هالمنطقة أو هالبلا دي السفيد من خبراتي وأنا جاي مقدم حالي للبلد وتعرف داني أنت لا بقبعد معاش أنا لا ركبت نمرة زرقة لا طلعت الباسبور دي بنوماسي أنه بالآخر تنهار أنا يعني اليوم إذا بطلت ما رأيت غير على شي العكس اليوم النيابي أنا برأيي هي تكليف منت الشريف ترددت قبل ما ترشح؟ بصراحة إيه بكل صراحة لأنه أنا شايف الوضع يعني كيف أدي أقول لك أنا شايف يعني هاي الطبقة السياسية من رح تطير إلا إذا الشعب وعي قبل الانتخابات وقال بردي أغير هاي الطبقة السياسية أنا بيعجبني حكي لنجاح واكيم متر قال أنه أن هذه الانتخابات هي إعادة فرز للنفايات السياسية وتدوير للنفايات السياسية مع الأسف ما رأي تغير شي رح نضال بنفس المعركة بنفس القصة بس أنا همي هم الاقتصادي أنا اليوم بالمجلس وكل النواب الزمنائي بيعرفون أنه أنا ما حكيت سياسي أنا اليوم شو هي السياسي بالإخير كيت اقتصاد أكدر السياسي شو هي هي خدمة المجتمع ورفعية المجتمع أنا هاي لكن عبام وأنا برأيي هاي المعنى الحقيقي للسياسي هل حسمت معركة المقعدين الكاثوليكيين في زحلة ما فينا نقول حضرتك فينا نقول من مرآبتنا حضرتك والنائب جورج عقاس أنتو نواب بخمساش أيان يعني لا يمكننا نحسوم شي لا يمكننا نحسوم شي اليوم إذا بدأ نحسوم منكون عم نتحكى عن الناس ومتعك حالنا اليوم بخمساش أيان بس كل الدراسات اللي هاي عم بتربحكم الحمد لله يعني إنو مارستي خلال الأربع سنين الماضي عم شوف إنو لأ الناس يعني بدي إياني أرجع إدار التجري بيها وكمل بالمشروع اللي مشيت فيه الاقتصادي الميلي هلا بالأخير هاي الناس بتقري بس دراسات اللي عم تعملها الأحصاءات اللي عم تشتغل علي الأرقام اللي صارت متوفرة عندك عم تعطيك حظ بالربح داني أنا ما بديش تغلق مثل السياسين بالبهورة أنا بنتر 15 عيار وكل واحد بيعرف حاله إذا واصل ولا لا وحبة الناس أنا برأي ما في مشكلة نعم عم تخد انتخابات لأول مرة بغياب عامل مؤثر عادة بالانتخابات وتحديدا بقضاء زحلة هو الرئيس سعد الحريري وين راحين السنة في القضاء وشو يعني انتخابات من دون سعد الحريري يعني بكل صراحة اليوم بتعرف التقل السني بالمنطقة هون يعني بشكله شيء 35-40-100 من الناخبين فيه تشتت بالشرع السني ما بيخفي عليك يعني وحتى الشرع مسيحي فيه تشتت يعني اليوم إذا تعمل دراسات على الأرض ونتيجة الدراسات اللي عملتها في أكثر 45-40-100 من ناس بتلاقل أحد لون ناس قارفين من الكل يعني مش معناتها اليوم إذا رئيس الحريري غاب إنه شارعه راح يروح يصوت مية بالمية وحتى من اليوم المجتمع الشيعي أو السني عم شوف أنا يعني بنسبة كبيرة من الناس بتقلك لا أحد هلأ طبعا كانت نسب أملي بالثورة طلعت الثورة يعني إذا بدك ما عندك أهداف إلا قوم لأعود محلك ما سمعنا خطاب موحد بالثورة ونس ضاعت يعني بالنتيجة اليوم الناس بطل هما السياسي يصدقني اليوم أنت عم تشوف اليوم نحنا قلع بعض خمسين يوم من الانتخابات ما في جوء الانتخابات لأنه اليوم إذا بكتروح لعند واحد عباد تزوروا تعملوا زيارة عن شو بكتحكي بكتحكي عن ضمان الشيخوخة بكتحكي عن مستقبل بالوقت اللي هو عم يحوض حب الضغط يوم أي يوم أنا شو بكتحكي نحنا بوضع كارزي طيب إذا ما ندرس الوقع الانتخابي ونكون موضوعيين وعم نتشوف صر اليوم قسم كبير من السنة يخدين قرار ما ينتخبوا مع الكوات اللبنانية بسبب موقف رئيس العريري من الكوات وقسم الثاني طبيعي ما ينتخبوا مع حزب الله يعني أنت بلايحتك قادر تجذب قسم كبير من الأصوات السنية أنا ما فيه عم بتعول عم بتعول على هالأمر ما فيه المرشح اللي معك دكتور عمر حلبلب يقدر يفوز بس نحن عم نعمل يعني إذا بدك آآ كتلي إذا بدك إذا الله وصلنا وعطانا اثنين أو ثلاثة عم نعمل كتلي محلية لخدمة الناس مش لخدمة أي حزب مع الأسف اليوم الأحزاب ما بيفوقوا للمنطقة إلا بالانتخابات بشهر وشهرين وصيروا حبوهم للناس وأربعة سنين ما حدا برد على حدا نحن موجودين فتحين بيتنا قاعدين مكاتبنا عايشين بالمنطقة يعني أنا يمكن النايب الوحيد اللي مرأع بهذه الفترة من عشرين سنة إلى هلأ بيزحلي ما عنده بيت بيروت أنا موجود بهنا الناس وأنا لخدمة الناس هلأ الناس بدياني أنا حاضر إخدامها بعيوني الناس ما بدياني بكون عافتني من المسئولية وروح بقى إلي عشر اتنعشر سنة يعيشوا بمرتاح خلينا نروحوا نبصت فيهم ذكرت بطلع لنا نايبين أو ثلاثة يعني أناك عم تكشف عن المؤشرات إنه ممكن توصلوا ثلاثة نواب الصعبية الثلاثة هذا حلم يعني عم نحكي فيه بس إنه مبدئيا أنا اللي عم شوفه أنا إنه مفروض نكون نايبين بالكتلة نعم حكيت عن الثورة كمان اليوم في بعد منهم موحدين بس في مجموعات تدعي إنه هي الثورة بزحلي ليك مع احترامي لكل الصور ومن نتيجة الثورة هي نسيجها المجتمع اللبناني وكلنا مثل بعضنا يعني إنه كل واحد تكبر خصي براسه أعرف كير ومشوف بالدنيا ما بعرف من شو ليه جماعة الثورة الكبراني لخصي براسهم لو مش كبراني لخصي براسهم تفعوا مع بعضهم يعني معلاش شو برنامج الموحد أنا بكل صراحة أنا يعني اللي بشوفه هلأ داني بهدى الوضع اللي نحنا فيه الثورة في شليت وأنا ما بتدعي إنه كنت سائر بس أنا كنت سائر بمجلس النواب سائر مواضيع المالية الاقتصادية يعني كل واحد بشوف الثورة من خلاله أنا ما نزلت على الطريق سكر الطريق بس أنا ولا مرة قبلت شي ما أنه مضبوط مجلس النواب الموازنات ما قدرت تصوت عليها حسان دياب ما أعطيته السقه نجيب مئاتي ما أعطيته السقه لأنه وعدنا بحكومة اختصاصيين ما شفت أنا حكومة اختصاصيين معني أنا سميته بس ما قدرت أعطي السقه وخاصة لما شفت بالبيان الوزاري أنه إعادة إصلاح الكطاع المصرفي يعني بعدنا كنا حطين رأسنا بالرمل وما بدنا نقوم بواجه الناس بالحياة بدنا ما يقول إعادة الهيكلي واللي اليوم مش عم في فين بل شوفيها بكل مسيرتك النيابية بهالأربع سنين الماضي خلينا نحكي أكتر علامة مضيئة برأيك شو كانت أنا لك بدي حكيها بكل صراحة أنا كهمي كان الهم الاقتصادي المالي أنا لما صارت صاروه 17-20 إذا فتطعت على تويتر هلأ تبعولي والسوشيال ميديا حذرت من الوصول لا أنا دعيت بعشرين تشرين الأول لإكفال البنوك ما تفتح لكن قبل الثورة وحتى نهار الثورة كان لك أنا بالألفين وستطاعش بحزيران حذرت من هذا الموضوع قلتلنا نحنا رايحين على شيء اسمه استغفليشن يعني ركود اقتصادية مع تضخم نحنا رايحين نكون بعجز بميزاننا التجاري بدل السبتاشر رح يكون خمسة لون رح يبطل معنا درار نستورد فيه فعندك تغريدي يوم سبتاشر يعني قبل اندي انا اهم شغلي انا بعشرين لما سكرت البنوكي قلت له مش لازل نفرح البنوكي غيرا نحوط كابتال كونترول مع الاسف فتحت البنوكي السياسيين حولوا واموالوا يعني هاي الوضايع اللي كانت باللبنان كلها اللي هي فدوشري يعني خلنقاشرح شو هي فدوشري ان عندك حسيب برا انت بتقول البنك تبعولك وظيف لي اياها باحد البنوك باللبنان عمسؤوليتي فطبعا السياسيين بدو يسحبوا وضايعهم يعني حتى نكون منطقيين وانا في 19-20 ثاني مسحبت وضايعك انا ما كان عندي وضايع يمكن صار عمري اليوم واحدة وستين سنة انا مش اخذ فادي ليرة انا بعتبر المال هو للتشغيل مش لنحط بس يمكن صار عمري سبعين و واتقعد وكذا وصير خايف عمستقبلي بالعكس انا بديل السلسمر وهون في لبنان الحمدلله يعني ما كان عندي وضايع وانا كنت عن حزن من المضو انا كل المصاري اللي عم بعملها ريساكني بشغلي بمعاملي عم طورها عم كبرة لانا قدر نخلق الفرص عمال واليوم نحنا انا بقول تاريك بصمي انو انا عندي الفخمسمية توظف بالبعض يعني انا برأي هذا بيعطيني اني انا امرأت على هالدني تركت بصمي بالدني الفخمسمية توظف يعني هودي منطلقين من الفخمسمية صوت لا مش كلهم بالبعض طبعا يعني بالشركة نحنا عنا الفخمسمية صوت طبعا موزعين بالشمال بيروت بيعقرب وهون بالبعض عندي ثم وعد الوعد اللي ممكن تطلق اليوم بعرف ما بتحب الوعود وقلت قبل ما بدي قوعدوا الناس ما بدي ارسم هيك احلام وردية بس اذا في وعد قادر تلتزم فيه اليوم قدام الناس ويحسبوك عليه بعد 4 سنين شو بك تعملهم بال4 سنين الجايين وما قدر تعملت بال4 سنين المتحد لك هني يعني تعرف انت اليوم بس بلش مقنية الانتخابية وبلش وقعود وطلق الشعارات انا زلان موية واجرية على الارض نحنا بمراحل الصعب في البلد حتى ما نكون كنا عم تكذب عن الناس لما قلت لطلعت انا فترة قلونا نعمل 30% على الودائع فوق المليون دولار قامت ايام علي ما كان حدا عنده الجرأة يطلع يحكي اليوم عنده 10-3 دولار عم نقصب على 85% ومع الاسف وصلنا انو الموضع الصغير وعم اتفاض الفاتورة لانو الموضع الكبير اليوم عنده اشغال وعنده كاشف لهم يجي فمش عبي حاج يسحب وداعه على 85% بس هذا اللقاب تعويض وبدو يأكل ويشرب بالاخر يعني مضطر يروح يسحب مصاري غسمن عنه على 85% أركات هلا شو انا قادر اقعد في الناس متل ما عام ا communicate انا الشعرات بطلق كثير انا بدي طالب الناس بيشاغلي وحدة والطالبة من كل هؤل المرشاحين هو الاخلاص نحنا ما عنا خلاص الا بالاخلاص اذا ما في اخلاص هالشعرات كلها الا معانا شعرات انتخابية نحنا بدنا اخلاص بهالالبلد اذا ما في اخلاص ما في اخلاص اخلاص لمن للبلد اخلاص للبلد ايه في ناس عنده اخلاص للحزب او لزعين انا عم بحكي اخلاص للبلد عم نحكي عن وضع البلد عن وضع الناس عن وضع الاقتصادي عن وضع المالي اذا ما فيه اخلاص ما فيه خلاص نحنا لغاية 2019 بعدنا كنا دا هديجي نطلع عن الأزمي يعني انا فايت باللجنة اقتصادية حزرت كتير من الموضي عن انهيار المالي راح يجي انا كل الاتفاقيات التجارية كنت بدي لنصفها مع الاسب ما حدا وقف حدي انا بطلعوا فيه نظرة شيوعي معاني انا راس مالي بالسوق بنتهموني راس مالي وبالمجلس بنتهموني شوعي لا رضي راس ماليين ولا رضي شوعي انا قدمت اقتراح قانون لالغاء السرية المصرفية باللبنان اللي جابة ريمون قدي بالستة وخمسين لأستكتاب رؤوس الاموال من العالم العربي اليوم صارت السرية المصرفية هي مساهمة بالموضوع على الفساد بكتير كبير يعني نعرف نحنا قدي الفساد موجود على بكل الكطاعات أنا تعبين بحب مصرياتي أنا كمتقعي دفتر الدين العسكري كنت أو شيء تبقى تجي تعملي هركات مصرياتي بالوقت يمكن فيه قاضي يمكن فيه زابط يمكن فيه مدير عام ما هو عشرين ثلاثين مليون دولار بحسابه بلنسألوا بس هؤلين إذا خيه هو انت تعبين فيهم وارتين فيهم دافع ضرابك عليهم ما فيه مشكلة بس إذا هودين انت ما بتقدر تثبتهم من وين هوا بدي صدرهم يعني اليوم عم قلك بدك إخلاص يعني البيب لمحرب الفساد تبدأ برفع السرية المصرفية يعني كله هدا قصة تديق الجينيه طبعا أنا مع تديق الجينيه بشكل بس ما فينا نوقف البلد لنخلص تديق الجينيه اليوم عنا مشكلة مشكلة بلشت مالية تحولت ضربة الاقتصاد اليوم نحنا عم نحكي عن جي دي بي دخل قومي ناتج القومي من 53 إلى 18 مليار اليوم نحنا ما فينا مشكلة ويننا كبينا نحنا وهي أكبر مشكلة كانت بخلية 13 شهر 9 مليار دولار أنا كنت عم طالب إنه من هوا التسعة مليار يا أخي اللي أنتم عم تدعمه فيهم ليش ما بيشاملنه مليار مليارين لتحضير للكطاعات الانتاجية مع اساس نحنا اليوم بدنا نحول اقتصادنا من اقتصاد رائل اقتصاد منتج شو عملنا نحنا ننسيهم باقتصاد منتج بالعكس عم بيصير رائعة أكتر بيصير رائعة أكتر هاي يعني هاي الشعرات بدك أليت تنفيذ مع على أسر ما في أليت تنفيذ مثل ما قلت حذرت أكتر من مرة مما وصلنا له وكتير إذا منرجع ونراجع يعني حسبك على تويتر ونشوف كتير إشياء حذرت منها وصلنا له للأسف وصلنا له من كم يوم حذرت من الوصول إلى انهيار مالي واجتماعي كامل وقلت أنه في سبق بين الانتخبات وبين الوصول إلى هذا الانهيار هلا قد شايفوا قريب داني خلينا يعني اليوم اللي عم بيصير هلأ بالأسواء المالية هو التخدير لبشر اليوم البنك المركزي يكب بحدود سبعين للتسعين مليون دولار يوميا على سعر سير افاق دعونا نكون منطقيين يعني هؤلاء احتياط طبعه وكله سواب يكفي مئة واشين يوم في عنا مشكلة أول شغلة وهذا كنت حكيتها كثير أنه خينا نحنا اليوم هاي السللة اللي عم يجيبها اليوم حق عشرة مليار دولار قلت له السنة يأتي عن هاي السنة رح يصير حق ثلاث طعر نتيجة تضخم بالعالم اليوم نحنا كدو عندنا برميل النفط مرة الماضي سنة الماضي 45 دولار لأذرة وصل 130 السنة لأمح الحبوب الزيوت مع الأسف نحنا بلد ما بينتوا شي كلنا متكلين على الاستيراد إذا بتطلع بالسلة اللي كنت تجي بالبنان مثلا عندنا 600 ألف طون أمح وكنا نجيب طون أمح 210 دولار اليوم 420 وكس على الدرة والزيوت والحبوب والصويا والحديد والبترول يعني نحنا ما فينا نكمل هيك يعني نحنا إذا بدنا نستورد نفس الاستيراد حقه 13-14 مليار دولار هي السنة بالوقت اللي كان حقه وعشرة طب نحنا بحاجة لمليار دولار شهريا لنكن نشرب ونعيش بعضنا بالحد الأدنى هو رحيبطلهم متوفرين هو رحيبطلهم متوفرين أنا اللي عم بجيقول نحنا بوضع صعب ما حدا يكذب على حدا نحنا نحنا نعمل جنة ونحنا نعمل لبنان سويسرا الشرق ما رح تصير لكن نخبيناك ما بزنوا يسمعوا انه بدوا يصير لبنان سويسرا الشرق يمكن اللي مش حبين يسمعوه يا خي لا أنا عم حب سمعوهن الحقيقة ما عم كذب على اليون أنا إذا ترشحت هاي الدورة داني لأني بيعرف اليوم يمكن أنا قول مبلشت مرة الماضي بتحكي اقتصاد عم تحكي مع الحيطان شوفي بتهز ومبتوقع وزدت عصاق طلوع النزول واليره بخير وكل شي بخير اليوم نحنا قدام مشكلة أنا بتمنى يا خي اليوم إذا أنت بغتروح على المستشفى ما بيجي محامي حاكمك بدك طبيبي حاكمك اليوم نحنا مشكلتنا مشكلة اقتصادية مالية أكيد لما تعطيه لواحد بيفهم بهذا الملف بيخفف لغ الأدرار أما حجبت واحد عم بيخبص تخبيص اليوم بيطلعوا بيقولوا الوضاية عم أداسة ويني عم أداسة؟ قلت له مرة الماضي الرئيس برقلت له ما عم لا بد يروح زورة اخذ البركة؟ ما عشفين انتحك عم الناس الوضاية عم الناس إذا ما تحسن الاقتصاد ورجعنا عملنا نمو اقتصادي أنا أقول لك موضاية الناس طارت من البنوكي يعني المعالجات عم تكون غلط نحنا اليوم لنقدر نضمن لنقدر نضمن انه الناس ترجع لمصريتا نجم تكون هلأ تفكيرا بالاقتصاد كيف ننمي الاقتصاد كيف نخلق فرص عمل كيف نستثمر بالبلد هذا الممكن يرجع العالم يعني نحنا اليوم هناك مئة مليار دولار بالبنوكي ودية هناك من أصلا 30 مليار يوروبون انسوا هناك هذا خلصت البنوكي برأيي البنوكي نيجاتيف اكوتيو لا يوجد بانك ويبي هذا الوقف على إجراءه إلا القليل القليل لكن أين هو؟ بعد 10 مليار بالبنك المركزي هناك ثلاثين مليار دولار على الكتاع الخاص يا خي ما هذا إذا كتاعه خاصا درب اقتصادية ما هو ثلاثين مليار طاروا من المضيعين لأنه إذا أنا اليوم فلس شركتي ما فيه رد مصيات البنك نحنا ما عنا أمل نرد مصيات المضيعين وبنسبة ضئيل انتبه إلا نرجع نحسن الاقتصاد يعني رحنا عم نتفاوض الامف على ثلاثين مليار دولار بيعطولنا هنا على ثلاث سنين بالوقت اللي إحنا أهدرنا 9 مليار خلق 13 شهر يعني فيه شي كونتراديكشن بس سيد ميشيل هي مسلماتي نحية الله حدا مضرور حدا خبير اقتصادي فيه يشوفون وفيه يفهمون الأشخاص اللي عندهم القرار ليه ما عم بيشوفوا لأنه خايفين من الحقيقة خايفين من صراحة الناس خايفين من واجهة الناس لأنه هاي من الناس أصحاب المسؤولية كانوا عم يطمنوا العالم حاولوا مسيادكم من بره هون الوضع منيه يعني رح لك شغلية لما كانت الفادي بره واحد بالمية ليش ما تدفع عشرة واثنائش هون إلا لإني بدي مصاري لدل أكل قشرة فاستعمل عمليا التخدير وطبعا أنا ليك أنا مني سيئل عن وضع فوق مليون دولار لأنه اللي معه مليون دولار وعيش بره هيدا جيب مصرياته لهون طمعان بالفادي أنا الأولوية عندي للي قابد تعويضه وحطه بالبنك ليعيش منه هيدا اللي يزيل ردله مصرياته أنا هيدا الأولوية ردله مصرياته وما في ردله مصرياته دومن هالنزيف المالي اليوم اللي صاير بالبنك بالبنك المركزي وبدون اقتصاد طب فيك تقر اليوم عم بيتابعوك وعم بيسمعوك بيقوله بصراحة شو صاير عليه مش الظاهر مرتاح ومستثمر وعنده شغل برية لبنان وعائلته حوالي شو كان بده بالشغلة يفوت بالنيابة ويترشح ويتحمل الناس ويفتح بيته للناس ويتلقى يمكن انت أدات كان أريح له يضل بشغله وماشي حاله ويضل يهتم بأشغاله برية لبنان ما بتفكر بهذه الطريقة انا بصراع نفسي يا عائلتك ما بيقولولك ما بدك بالشغلة انا بصراع نفسي بكحية بكل صراحة انا اليوم عمري واحدة وستين سنة اشتغل اربعة وشهين ساعة انا يمكن صار الوقت هلا روح انا شمى الهواء اعيش لي بحياتي بس انا يمكن احساسي احساسي بالمسويه انا عايش ببيئة انا عايش بمجتمع انا خلقان به البيئة لا يمكن اتركه في الهواء انا احساسي يمكن اهوان شي اليوم اركب بطيارتي عندي بيتي في باريس عندي بيتي في دبي او احد الاسباب اللي خلتني انا ما اتحالف مع احدا ورم على لاحة مستقلين لانه ما فيه اقولوا الناس انا بطلت سياسي ما فيه اقولوا الناس بطلت سياسي انه فيه انا ايدتك فيه انا معك انا ما بدي اعمل احباط انا بالحواليه بس انا رايح اخترت اسعب طريق لا روح فيه اذا وصلت الى الشرف اخدم هاي الناس اذا ما وصلت بيكون هني عافوني من مسؤوليتي سيد ميشيل شو صر علاقتك بالجيش اللبناني تبرعات دايما للجيش معيشك تبرعت فيه للجيش شو صر هال علاقة علما انه الجيش منه النخبين العسكر منه النخبين ملأت لخزي بالكلمة انا من اول نهار طلعت تعرف داني انا ما عاشي كله للجيش حتى بتعرف اخر تبرعت برعته وجربت عمساء انا لك الجيش هو العمود الفكري لبلد وبعضه المؤسس الوحيدي اللي فيها يعني تسئة خارجية مع الاسف معاش فيه الا هاي المؤسسة ونحن هاي المؤسسة اللي يجبن نحافز عليه واذا نهارت هاي المؤسسة يبطل في وطن في مواقف خليجية يبدو ايجابية اخر يومين ثلاثة تجاه لبنان يبنى علي برأيك شو تعليقك عليهم يعني انا بتمنى انا برأيي الخروج الخليجي من البلد كنا نحن سببه كنا نحن السببه يعني نحن اليوم نحن شحاد ومتشرط نحن شحادين متشرطين انه بدنا نصدر على الخليج وبدنا نسب لهم كل يوم بدنا نصدر على الخليج ونبعط لهم قبتاجون اخي بدنا نروق شوية بتفزيني نعرف واقعنا قديش نعرف حجمنا نعرف حجمنا حجمنا ان احنا اليوم دولي فيها خمس ستين مليون اقتصادها مضروب نحن بحاجر دول الخليج السياحة اللي كانت عم تردنا ثلاثة مليار دولة خسرنيها من ورا هاي السياسيات العشوائية ما بعرف ليش الا اذا فيه ارار بتهجير الاليت بلبنان وانا هذا اللي خير منه بصراحة اه خسرنا السياحة اه خسرنا التصدير اه باخر تنهار يعني ما من رح نشحد ونحنا مرنا على مقطع مرسادر وبدنا نجيب اتناعشر مليار فيه خمسة واربعين بالمئة منهم من دول الخليج وبدنا نسب لهم كل يوم مش حرين نحنا نحنا نطلع على صندوق النقد ومنقلوا بدنا ثلاثة مليار بس بدنا الستامت طبعات لنقدر ان ناخد من دول الخليج ونصبر لهم كل يوم بس بالوقت اللي فيه هادي الموقف الخليجية الايجابية كان فيه تصريحات مثيرة للجدل من رئيس الجمهورية اثناء زيارته للفاتيكان وكان فيه دفاع عن حزب الله وقال حزب الله ليس ارهابيا هلأ ليك لوقت دول الخليج بتصنفوا ارهابي هلأ دول الخليج بتصنفوا ارهابي بس انا برعب اسمع امرك بتشيل حرص ثوري عن لائحة الارهابي يعني اليوم نحنا خلال نحكي بمنطقة شوية نحنا حزب الله هو بالاخر تنهار ومن نسيج المجتمع اللبناني وبعرف انه اليوم المقاومة الموجودة منفوت على استراتيجية دفاعية وانا برأي حزب الله غلط كتير وضر لبنان وضر حاله بخروجه من لبنان وإلى ساحات الصراع الخارجية أكيد اليوم بمحلة ما ما فينا نضال عايشين كدولة دولة دولة السلاح هو بيد الجيش اللبناني توحيد السلاح توحيد البندقية وبنفس الوقت اذا بدك هو قرار السلاح من الحرب بيد الدولة أما هيك ما فينا نكفي نعم كما بقول رئيس الجمهورية المسيحية ليست في خطر المسيحية صحيح الأمر وفي عندك خوف على المسيحيين أنا راح لك شغلي المسيحي اليوم ما أنه بخطر يعني حدا جاي بفرده ويقتله أو سكين بس بدومن هاي الظروف اللي انت عم تهيئ وتعيشوا فيها يا المسيحي باقتصاد مضروب أكيد المسيحي بيخطر وتطلع اليوم من هجرة كيفية يعني اليوم أنا ماني خايف حدا يجي قتلني ببيتي بس أنا اليوم إذا ما أوفرت لي المعيشة الكريمة راح فل والناس كتار هيك مش ضروري أنه اليوم في خطر أنه حدا جاي أوسك لما تبطل توفر الظروف المعيشية المناسبة وبس راح لك تحط فيزا على الباسبور أكيد راح تفت رح سميلك أشخاص بدي توصف لعلاقتك فيهم رئيس سعد الحريري يعني في صداقة كنت ربط لي فيه لرئيس سعد الحريري بس أنه آخر ثلاثة أربعة ستين ما كان في هالتواصل الكبير وعلى سعيد شخصي أحبه بس ما عم بتتواصل مع محيط رئيس حريري؟ يا خيب مش أنا موضوع عم بتتواصل مع محيط نحنا اليوم في قدم نخط في قدم قدمها ثلاث خيرات في لاحة للقوات في لاحة لحزب الله نحنا الليحة الوساطية مثل اللي وعم حس أنه يمكن هاي الليحة تعبر أكرب أكرب إذا بدت بمحلة بالزب بالزب مع الطيار المستقبل ما عم يدخل أبدا هلأتك بالنائب جبران بسيل؟ عادي من بعد ما تركت تكتن ما فيه ألو بينهم مطوعة؟ مطوعة برئيس حزب الكتائب سامي جميل؟ عادي يعني سامي بالمجلس بحس كتير فيه مواقف بينه وبينه بنشبه بعضنا بس أنه من يوم الاستقيل وأنا قبل ما يستقيل نصحته ما يستقيل وأصره يومتا وبتعرف أصلتنا ديما يومتا والانفجار الأشرفية بس أنه عم فيه علاقة يعني أكتر من عادية بالعكس علاقة مميزة ونشبه بعض أنا بعتبر بس خياره الانتخابي لحزب الكتائب بعد مش معلن بزحلة بعض لحد هلا شو بتقله؟ لسامي جميل أنا شو بدي أقول لسامي أنا اللي بقوله إياه لسامي أنه نحنا بنتطلع على المستوى الوطني اليوم تكتيك الداخلي بالانتخابيات بيفرض عليك بعض المرض يعني الشيخ سامي طلب مني أن نكون معي أنا مرشا حزبي وأنا ما حبيب يكون معي ولا حزب وأنا بدي يكون مسئل وأنا بدي كمان أحكي مع المسئلين ما بدونا حصير بقى تدعي لدعم الليحة؟ بتمنى بتمنى لأنه نحن نشبه بعضنا بالآخر وبالنتيجة مشروعنا على المستوى الوطني بعتقد ما في خلاف كتير كبير فيه نعم المطران براهيم براهيم المطران زحلي و الفرزل العلم كاتوليك كيف علاقتك فيها؟ المطران فرزل و الزحلي أصدك المطران براهيم أول شي أنا بساط أنه أنا مطران على المنطقه الإبناني وبيفهم العلي اللبنانية وبيفهم الشباب انحنا في رأيه توفقنا بوجود مطران براهيم بحدنا وانا ما كنت بعرفه مغار شوار بعرفه كمي كندا بس زلمي عم السيافي واحدة من الجميع بس سياسي ما عم يتدخل بس ما عم يتدخل بس اشاد فيك وهيدي شغلة ليفتي باعزها لأيو على اشاد فيه كتر خير وانا بتشكركم بس انو بس سياسي ما عم يتدخل نحنا بختام اسبوع عيد الامهات بعدنا باسبوع عيد الامهات دور الام بحياتك كان ولدتك او كان زوجتك ده كان دور فاعل وانا يعني غير انو ربيت ببيت بيء اللي يرحمه كان يعطولي يشجاني وانا كنت متفلت يا زبدك بمحلم ما يعني انا الوالدي انا سفرت عالصاوديكا عم 11 سنة تخيل بيء يترك سروته كله بايد ولد عمرو 19 سنة اليوم بعدنا متطلع بالشباب العمرو 26 و27 و30 انو اولاد هيك نظرية البيات ما فينا نأمن له ما فينا نعطينا عراحتون تخيل انو انا هاي كتير اثرت فيه وهي عم نتلي وهي سبب نجاح انتبي هاي عم نتلي تشالنج الكبير اني انا اثبت له لبي اني انا زلمي اثبت له لبي انو حط سقته بمحله وطبعا الوالدي يعني ما في احكي عن والدي وشو ما حكيت عن والدي ما في اعطي حقا وزوجتك وولادك اللي بعرف اني هيك محوطيناك واني داعم اساسي لك وبرفقوك بيومياتك حتى السياسية يعني انا يعني مدامتي بتحب العمل الاجتماعي كتير ونحنا نحب نعمل عمل اجتماعي كتير ما كان هدفنا السياسي انا بحس بفرح العطاء يعني انا لما حل مشكلة واحد بصدقني يعني بحس حالي انا الفرحان يعني اليوم ممكن واحد يجي يبدو ما بحر حيله شغلي اذا انت قدر تقدمه من قلبك مش عم قدمه كرميلو انا لاني انا قناني بدي حس بيهدا فرح العطاء العم بعم ومدامتي بهي الموضوع مثلي بتشبهني على العشري وهلا ديري مؤسسة ميشيل ظهر الاجتماعي وتشتغل من قلبه فيه اني خبين بقضاء زحلة حسم وخيارهم هنه اما حزبيين او حسم وخيارهم لم يبدوا ينتخبوا فيه قسم كبير ومتل ما قلت زكرت بالاحصاءات فيه ناس بعد ما قرروا هاو الاشخاص اللي بعد ما قرروا شو بتقلهم شو بتواجههم كلمة اخيرة هاي الاشخاص البعد ما قرروا انا بيراقي بيري بوزيتف هاي بالنسبة الى ريحتنا هالشي لانه اليوم الكتل الصلبي طبع العزاب اخدي قراراته هاي نيس هدا مجتمع مدني عنده رأيه الحر بالاخر بدو يفكر قبل الله وانا بقللون لا بدو ينتخبك ما بدو ينتخب غيرك يروح ينتخب يمارس دورو ينتخب اللي بدو هي ينتخب الثورة ينتخب بني إليه بس اكيد ما رايح ينتخب العزاب لانه لو هو عندو نية ينتخب العزاب كنسميها ليحتك تضم افضل الممكن او لا هندي اشخاص انت مقتنع فيهم بصراحة اليوم يعني عندي المرشح السني معي الدكتور عمر حربلب عميد كليت حقوقين سابعا ومدير عام مزارة السقافي مع التعليم العالي في عندي سمير صادر سمير رجل اعمال يعني بعرف مساهمته انا خلال الفترة الماضي بزحلي بالازم الاقتصادية في عندي الاساسيزيسي القرعوني في عندي فراس محمدين رجل اعمال بيشبهنا ومشبهه اذا بدك وفي عندي المهنسي مارتين دي مرجيان يعني اذا بتطلع ما عنا ما احترامي لكل الموظفين يعني يعني ما في حدا الاوروبي ضمن الكطاع اذا بدك التجاري الحر المخ وفاتع كل الميلات بيشبهه بعض بيشبهه بعض اي صحيح انا بتشكرك السيد ميشل دار شكرا لك مشاهدينا لهون بيتهي حوارنا لقائنا بتجدد بحوارات اخرى اشتركوا في القناة